اشتركوا في القناة والحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على عدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان كلامنا الحديث الثالث من باب الكون والمكان من كتاب الكافي الشريف فقد جاء رجل إلى الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام فقال له أخبرني عن ربك متى كان والإمام في جوابه عن هذا السائل في جواب هذا السائل عن سؤاله بيّن مجموعة من الحقائق المرتبطة بالله سبحانه وتعالى وقد قسم الإمام الكلام إلى مقاطع ثلاث المقطع الأول كان في نفي الزمان عن الله سبحانه وتعالى وذلك عبرنا في كل شيء يستوجب دخوله في الزمان وهذا شرحناه في الحلقة الماضية وبعد ذلك انتقل الإمام عليه الصلاة والسلام إلى المقطع الثاني وهي نفي تغير ذاته والشيء الذي لا يتغير ذاته لا يكون في المكان وبعد ذلك ينتقل الإمام إلى النتيجة كان كلامنا في المقطع الثاني وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يتغير وكل ما لا يتغير يكون منزهاً عن المكان يقول الإمام عليه الصلاة والسلام كان حياً بلا حياة حادثة قد ذكرنا فيما مضى أن الله سبحانه وتعالى ليس مركب وإنما التركيب هو من صفة الأجسام الله سبحانه وتعالى بسيط الوجود فصفاته الذاتية لا تغيره وإنما صفاته الذاتية هي عين ذاته فحياته وقدرته وعلمه وسائر صفاته الذاتية إنما تكون هي عين ذات الله بلا فرق بينها وبين الله سبحانه وتعالى حينما نحن نجد هذه الذات حية ننتزع منها الحياة نحن نعبر تعبيرات مختلفة هذه التعبيرات المختلفة لا تغير من الواقع شيئاً وكما مر سابقاً فإن الله سبحانه وتعالى له أسماء هذه الأسماء هي مخلوقات لله سبحانه وتعالى وإنما المسمى هو واحد لا تعدد فيه وإنما نحن ننتزع هذه الأسماء من ذات الله سبحانه وتعالى مقيدين بوصفه لنفسه يعني نصفه بما وصف به نفسه لذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يقول كان حياً بلا حياة حادثة لماذا؟ لأنه سابقاً ذكرنا أن صفات الذات إذا كانت متغايرة مع الذات فالأمر يدور بين احتمالات الاحتمال الأول أن هذه الصفات تكون قديمة معنى ذلك تعدد القدماء ذات قديمة وصفة تغير الذات هي أيضاً قديمة وهذا معناه الشريك وهذا معناه نفي التوحيد الخيار الآخر أن يقال بأن هذه الصفات حادثة كما قاله بعض أدعياء الإسلام يقولون أن هذه الصفات حادثة حدوث هذه الصفات معناها أن الله سبحانه وتعالى لم يكن حياً ثم صار حي لم يكن عالماً ثم صار عالماً لم يكن قادراً ثم صار قادراً لأن معنى الحدوث هو وجود الشيء بعد أن لم يكن وهذا أمر باطل ولازمه نفي وجود الله سبحانه وتعالى لأن معنى أنه لم يكن حياً يعني لم يكن موجوداً لم يكن عالماً يعني كانت جاهلاً والعياذ بالله من هذه الافتراءات الباطلة فيبقى أن نقول الخيار الثالث وهو أن هذه الصفات هي عين ذات الله سبحانه وتعالى بلا فرق بينه وبين تلك الصفات الذاتية لذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يقول كان حياً بلا حياة حادثة يعني حياته لم تكن حياة حادثة ولا كون موصوف يعني وجوده غير موصوف بالزمان لأن السؤال كان عن الزمان متى كان نقول أن وجوده غير موصوف بالزمان لماذا؟ لأنه خارج عن الزمان لأنه خالق للزمان لأن الزمان مخلوق فلا يعقل أن يحيط بالخالق الزمان محدود والله سبحانه وتعالى غير محدود ولذلك يقول ولا كون موصوف يعني ولا وجود موصوف بأنه في الزمان ولا كيف محدود الله سبحانه وتعالى ليس له الكيفيات النفسانية لأن الكيفيات النفسانية هي توجب تغير في الذات وهي عوارض تأتي وتزول والله سبحانه وتعالى ليس محلا للعوارض فليس له كيفيات نفسانية لذا الإمام يقول ولا كيف محدود هذا الكيف لأن كل كيف محدود الكيفيات النفسانية محدودة بحدود خاصة وحدود طيقة ولا أين موقوف عليه يعني الإمام كما ذكرنا ينفي كل نوع من التغير في ذات الله سبحانه وتعالى وبنافي كل أنواع التغير يثبت أن الله ليس من التغير فليس في الزمان وليس في المكان بل هو خالق الزمان والمكان ثم يقول ولا أين موقوف عليه يعني الله سبحانه وتعالى بدون مكان يوقف على ذلك المكان نحن بحاجة إلى مكان سواء كان المكان بمعنى محل الاستقرار كالأرض التي نستقر عليها أو بمعنى الحيز لأن الشيء حتى إذا لم يكن مستقرا يفرض بين السماء والأرض كان إنسان يسقط من السماء إلى الأرض هذا لم يقف على مكان معين لكن له حيز وهذا الحيز يحيط به ويحتويه الله سبحانه وتعالى هل له حيز يقف على ذلك الحيز أو يحتاج إلى ذلك الحيز مثلا الله سبحانه وتعالى كما يزعمون بأنه جالس بالمعنى الحقيقي للجلوس على العرش وليس بمعنى السيطرة على الملك والهيمنة على الوجود هذا معناه أن العرش وهو مكان يكون قد احتوى الله سبحانه وتعالى ويكون أكبر من الله سبحانه وتعالى وأن الله يحتاج إلى ذلك العرش وهذا كلام باطل ببديهة العقل وببديهة الشرع وإنما الرحمن على العرش استوى يعني سيطر على الملك هو المهيمن على الوجود أجمع ثم يقول ولا مكان جاور شيئا يعني هل الله سبحانه وتعالى له مكان بحيث أن هذا المكان يجاور شيئا كلا لماذا لأنه لو كان في مكان وهذا المكان يجاور شيئا فمعنى ذلك أن مجموع المكانين أكبر من الله سبحانه وتعالى بحيث أنه لم يكن في المكان الثاني بل كان في المكان الأول ومعنى ذلك أن يكون هناك شيء هو أكبر من الله مكان أكبر من الله وهذا تحديد لوجود الله سبحانه وتعالى وهذا معناه إحاطة المخلوق بالخالق هذا معناه كون المخلوق أكبر من الخالق وهذا كله باطل فإن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء بمعنى أكبر من أن يوصف كما سيأتي والله سبحانه وتعالى وجوده ليس محدودا بأي حد إذا لم يكن الله سبحانه وتعالى كونه موصوف بزمان ولا له كيف محدود ولا أين موقوف عليه ولا مكان يجاور مكانا فما هو إذن الإمام عليه الصلاة والسلام يقول بل حي يعرف يعني الله سبحانه وتعالى حي يعرف بآثاره لا أنه يعرف بالزمان وبالمكان نحن نعرف الأشياء بزمانها وبمكانها الزمان والمكان من معرفات الأشياء يعني مثلا هناك أشخاص يسمون بزيد ثلاثة أشخاص أربعة أشخاص خمسة أشخاص أكثر أو أقل من طرق معرفة هؤلاء الأشخاص نقول زيد الذي كان قبل مئة سنة أو زيد الذي هو موجود الآن أو بالمكان نقول زيد الذي يعيش في البصرة أو زيد الذي يعيش في الموصل المكان من المعرفات للشيء الزمان من المعرفات للشيء هل الله سبحانه وتعالى في زمان أو في مكان بحيث أنه نعرفه عبر ذلك الزمان أو عبر ذلك المكان كلا الله سبحانه وتعالى حي ويعرف لا بالزمان والمكان وإنما يعرف بآثاره أنت عندما ترى آثار الله سبحانه وتعالى تعرف الله سبحانه وتعالى في برهان الناغم وسائر البراهين الأخرى التي مرت فيما مضى وملك لم يزل له القدرة والملك الله سبحانه وتعالى ملك مالك لكل شيء لكن ملكه لا يتوقف على وجود المملوك نحن في حياتنا في أمورنا لا يمكن أن نتصور مالك بدون ملك يقال فلان مالك نقول مالك يستوجب وجود ملك كما يقول العلماء المالك والملك من المتضايفين المتضايفان وجودان يتوقف أحدهما على الآخر مثل الأب والابن لا يمكن أن يكون أبا إلا إذا كان ابن ولا يكون ابن إلا إذا كان هناك أب كذلك في ملك الناس بعضهم لبعض بعضهم لبعض أو ملك الناس للأشياء من المتضايفين لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى ملكه لا يتوقف على وجود المملوك كما ذكرنا فيما مضى الملك من الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى كالعلم والقدرة ولذلك هو مالك إذ لا مملوك كما أنه عالم إذ لا معلوم ولذلك يقول ملك لم يزل له القدرة والملك الله سبحانه وتعالى ليست ملكه وقدرته بتبع إيجاد الأشياء بحيث أنه إذا لم يكن أوجد الأشياء فليست له قدرة كلا إذا لم يكن أوجد الأشياء ليس بملك ولا مالك كلا لأنه لو كانت قدرته وملكه تتوقف على إيجاد الأشياء معنى ذلك احتياج الله إلى تلك الأشياء لأنه لو لا تلك الأشياء لم يكن قادرا لو لا تلك الأشياء لم يكن ملكا والله سبحانه وتعالى منزه عن الاحتياج الصفات الذاتية هي عين ذات الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا ذلك مرارا فأي صفة من صفاته الذاتية لا تحتاج إلى المخلوقات فلله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد بل ذاته لها القدرة والسلطنة سواء كانت الأشياء موجودة أو لم تكن موجودة يمكن يصير سؤال كيف يكون قادرا بدون وجود شيء إذا احنا نريد نقرب الفكرة إلى الذهن نقول مثل شخص بلا تشبيه ولكن لتقريب الفكرة إلى الذهن إذا شخص له قدرة كبيرة لكن لم يستعمل هذه القدرة عدم استعمال القدرة ليس بمعنى عدم كونه قادرا الله سبحانه وتعالى هو قادر بالذات قبل أن يوجد الأشياء لم يكن قد خلق الأشياء ولكنه كان قادرا وكذلك الملك في الله سبحانه وتعالى بمعنى قدرته على إيجاد الأشياء وعدم إيجاد الأشياء لأن صفات الذات كلها ترجع إلى ذاته سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى فقدرته وملكه لا تتوقف على وجود الأشياء يعني سواء أوجد الأشياء أو لم يوجد الأشياء فهو قادر ملك إذن لا تغير في ذاته كما ذكرنا أن هذا المقطع الثاني نفي التغير عن ذات الله ونتيجة ذلك لأنه ليس بمتغير إطلاقا فهو لا يحتاج إلى مكان ولا إلى زمان زين الله سبحانه وتعالى لم يزل له القدرة والملك حينما أوجد الأشياء أوجد الأشياء بأي شيء بمشيته الله سبحانه وتعالى غير مجبور الأشياء لم تكن فأوجدها خلافا لما يزعمه بعض الفلاسفة بأن الله سبحانه وتعالى كالعلة المجبورة والعياذ بالله عما يقولون لأن في ذلك إبطال لربوبيته سبحانه وتعالى كالنار النار مجبورة في إيجاد الحرارة لاختيار لها في أن لا توجد الحرارة إذا وجدت نار وجدت الحرارة يقولون إن الله سبحانه وتعالى هو علة للوجود لكن العلة المجبورة فلذلك يقولون بالقدم الزماني القدم الزماني معناه أن الأشياء الله خلقها منذ القدم يعني منذ أن كان الله هو الله هذه الأشياء كانت معلولة له فالأشياء قديمة لكن بهذا المعنى أنها معلولة إلى الله سبحانه وتعالى وهذا فيه إبطال للآيات الشريفة والأحاديث ولضرورة الدين وإنكاره إنكار ضروري من ضروريات الدين إنكار مشيئة الله سبحانه وتعالى الله خلق الأشياء بمشيئته حس المشيئة شنو معناها وأنها من صفات الذات أو من صفات الفعل هذا ما سيأتي بالمستقبل وسنثبت أنها من صفات الفعل كما دلت عليه الروايات الكثيرة لذال إمام عليه الصلاة والسلام يقول أنشأ ما أنشأ حين شاء بمشيئته الله سبحانه وتعالى شاء أن يخلق الخلق قبل أن يخلق الخلق لم يكن شيء موجود كان الله ولم يكن معه شيء فلما شاء أن يخلق الخلق خلقه باختياره لا أنه كان مجبورا كالعلل المجبورة بل كان مختارا والاختيار من الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى وإنما المشيئة من صفات الفعل والمشيئة هي نتيجة الاختيار كما سيأتي بيانه مفصلا فالله سبحانه وتعالى حينما أنشأ الأشياء لم يتغير وإنما الأشياء تغيرت لم تكن فكانت الآن حينما الأرض تدور يتولد الليل والنهار الشباب يهرمون الأشخاص الكبار يموتون الأجنة تولد وهكذا هناك تغير مستمر لكن هذا التغير في المخلوقات وليس في الخالق هذه الأشياء تتغير لا أن الله سبحانه وتعالى يتغير ولذلك يقول أنشأ ما شاء حين شاء بمشيته يعني الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء فخلق الزمان معها وقبل أن يخلق الأشياء لم يكن هناك زمان لأنه كما ذكرنا الزمان هو وليد الحركة الحركة هي حركة الأشياء الأجسام الأجرام قبل أن يخلق الأشياء لم يكن هناك مكان وكان الله سبحانه وتعالى موجودا فلما خلق الأشياء خلق المكان لكن هو خارج عن هذا المكان لا يحتاج إلى هذا المكان هذا المكان محدود لا يمكن أن يكون هذا المكان محيطا بالله سبحانه وتعالى لذلك الإمام يقول أنشأ ما شاء حين شاء بمشيعته لا يحد ولا يبعض ولا يفنى يعني الله سبحانه وتعالى ليس متغيرا وجميع صفات المتغيرات لا تنطبق على الله سبحانه وتعالى المتغيرات محدودة يعني الإنسان محدود هذه الكرة الأرضية محدودة المنظومة الشمسية محدودة المجرة محدودة كل المجرات محدودة صحيح هي مسافات شاسعة قد تحسب هذه المسافات لكونها شاسعة جدا بالسنوات الضوئية الضوء الذي يسير في الثانية أكثر من ثلاثمائة ألف كيلومتر جعلوه مقياسا للمسافات في الكون ولكن مع ذلك يبقى الكون محدودا هذا الكون المحدود هذا المكان المحدود هل هو يستوعب الله سبحانه وتعالى يعني أكبر من الله كلا لذلك الله سبحانه وتعالى هو خارج عن هذا الكون ليس في هذا الكون بمعنى الحلول أن الله حل في هذا الكون ولكنه مهيمن على هذا الكون بمعنى بمعنى أنه مسيطر على هذا الكون بعلمه وبقدرته لا يخرج شيء عن علم الله وعن قدرة الله سبحانه وتعالى ويدبر كل شيء وكل هذا التدبير لا يأخذ من قوة الله ولا من علمه شيئا لأن الله سبحانه وتعالى خلق مجرة أو خلق بقى بالنسبة إليه لا فرق بينهم لأن قدرته غير محدودة ولا يتعب ولا يؤوده شيء لذلك الإمام يقول لا يحد الله لا يمكن أن تحده أن تحده لا يمكن أن تقول إن الله سبحانه وتعالى في زمان فحددته في ذلك الزمان أو في مكان فحددته في ذلك المكان ولا يبعض الله سبحانه وتعالى ليس له أبعاض إحنا عدنا أبعاض رأس وجسم ويد ورجل وما إلى ذلك بل كل موجود في هذا الكون مركب من خلايا أو مركب من ذرات وهذه الذرات أيضا مركبة وهكذا كل شيء في الكون مركب لا يمكن أن يكون شيء غير مركب حتى ما نتصوره بسيطا يعني إذا خط واحد تشوفه هذا الخط قد تتصوره شيئا واحدا وتراه شيئا واحدا لكن هو في الحقيقة أشياء كثيرة لكن بعضها متصل بالبعض الآخر مثل الإنسان أنت تشوفه واحد لكن هو في الواقع مركب من جوارح وجوانح وأجزاء وأبعاض كثيرة جدا وخلايا بالمليارات وهذه الخلايا مركبة من ذرات وهكذا الله سبحانه وتعالى لا يبعض ليس له أبعاض لا نقول أن هذا مثلا رأس الله والعياذ بالله هذا يد الله هذا رجل الله خلافا لما تزعمه المجسمة لقصور عقولهم عن إدراك هذه الحقائق ولأجل عدم معرفتهم بالبلاغة العربية اللغة العربية اللغة دقيقة لطيفة جميلة لا يعرفون معنى البلاغة وليس لهم عقول يدركوا بعقولهم بطلان التجسيم لذلك يجسمون الله سبحانه وتعالى والألفاظ البليغة التي وردت في القرآن والتي يراد بها المعاني المجازية أو هي من الآيات المتشابهة يحملونها على المعاني الحقيقية ولكن يتورطون في لوازم كلامهم الله له يد حقيقية زين الله إلى يد حقيقية في آية يعبر بيد يد الله فوق أيديه في آية يعبر يدين لما خلقت بيدي في آية يعبر بأيدي والسماء بنيناها بأيد وإنا لم وسعون زين الله عند إيد واحدة أو إيديا أو ثلاث أيدي يتورطون هنا وإنما الصحيح أن كل هذه الكلمات بمعنى القدرة لأن في اللغة العربية عندما تقول يد أو تقول يدان أو تقول أيدي إنما هو بمعنى القدرة وهذا مجاز شائع والقرآن جميل فصيح والمجاز هو من أفضل الأساليب التي يستعملها الفصحاء في كلامهم والله سبحانه وتعالى أرسل هذا القرآن بلسان عربي مبين بحيث أنهم يعجزوا عن الإتيان بمثله ففيه المجاز وفيه الحقيقة وفيه القرينة وفيه الكناية وما إلى ذلك نسوا الله فنسيهم زيال نسألهم أنتم الذين تقولون لا مجاز في القرآن نسوا الله فنسيهم هل الله ينسى أو تقول إن الله ينسى ولكن نسيان يليق بجلاله هذه كلمة يليق بجلاله حينما يريدون أن ينسبوا إلى الله كل من قصة لكن يذيلوها بهذه الكلمة هل الله ينسى هل تقول إن الله ينسى نسيان يليق بالجلاله النسيان هو نقص والنقص لا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى فما معنى الآية نسوا الله فنسيهم ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى تركهم هذا معنى مجازي وهكذا وهل مجرى من الكلمات الكثيرة والمجازات الكثيرة المستعملة في القرآن وهي من جمال كل لغة وخاصة في اللغة العربية الإمام عليه الصلاة والسلام يقول ولا يبعظ الله ليس له أبعاظ بسيط من كل الجهات واحد من كل الجهات أحد الفرق بين الواحد والأحد شنو هو قل هو الله أحد الواحد بمعنى أنه لا شريك له والأحد بمعنى أنه لا جزء له الله سبحانه وتعالى ليس أجزاء مختلفة هذه الأجزاء كونته كما نحن أجزاء مختلفة تكوننا نفس وروح وجسم والجسم مركب كلا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ليس هكذا ويتكون شيء آخر من أصغر ذرة إلى أكبر مجرة حتى الكون هذا المنظومة الشمسية التي نحن نعيش فيها يقول علماء الفلك الحديث إنها تكونت قبل أربعة مليارات سنة وبقي لها من العمر أربع مليارات سنة وبعد ذلك ستنفجر وبذراتها ستتكون مجرات أخرى وكواكب أخرى ونجوم أخرى وهكذا وكذلك في الأرض نرى النباتات الأشجار الإنسان يتكون ثم بعد ذلك يتحلل ما تحلل أيضا سيتكون بصور أخرى وهكذا وهل مجرة أما الله سبحانه وتعالى ليس بالجسم حتى يعرض عليه ما يعرض على الأجسام من الفناء أو من التبعيض أو من الحدود كان أو بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يقول كان أولا بلا كيف ذكرنا أن هذا المقطع الثاني هو لبيان أن الله ليس بمتغير وحيث أنه ليس بمتغير فليس في الزمان كان أولا بلا كيف الله سبحانه وتعالى هو أول ولكن شنو المقصود من الأول هل الأول في الزمان نقول أن هذا الرجل ابنه الأول هذا وابنه الأخير هذا شنو معنى الأول والأخير هنا المعنى الأول والأخير زمانا هذا أول واحد ولد من حيث الزمان وذاك آخر واحد ولد من حيث الزمان لكن حينما نقول الله هو الأول ليس بهذا المعنى الأول في الزمان وإنما معناه إن الله سبحانه وتعالى سبق كل الموجودات كان الله من الأزل لم يسبقه عدم ولم يكن أي شيء ثم الله سبحانه وتعالى أوجد الأشياء ومنها الزمان كان أولا بلا كيف يعني كما ذكرنا أنه عندما نقول بلا كيف هذا له معنيان المعنى الأول بلا كيف نفساني الكيفيات النفسانية التي تعرض على الإنسان مثلا الله ليس له كيف بهذا المعنى وكذلك صفاته ليست زائدة على ذاته صفاته الذاتية هي عين ذاته الله أول ولكن بلا كيف مو معنى أن أولية الله سبحانه وتعالى بمعنى أنه أول في الزمان أو أن الله سبحانه وتعالى له كيف الكيف الذي يعترين أو أن أوليته مغايرة لذاته لأن أوليته من صفاته الذاتية يعني الله سبحانه وتعالى من الأزل موجود هذا معنى الأول في الله سبحانه وتعالى وليس بمعنى الأول في الزمان ويكون آخرا بلا أين الله سبحانه وتعالى آخر ولكن هل بمعنى الآخر في المكان كلا لأن الله ليس في المكان آخر ولكن ليس بمعنى أنه آخر في المكان لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حينما يفني كل الأشياء كل الأشياء تبطل ترجع إلى العدم التي كانت إذا جاءت تعبير يعني الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الأشياء كان الله ولم يكن شيئا ثم بعد ذلك كل شيء هالك إلا وجهه الله سبحانه وتعالى يهلك كل شيء يفني كل شيء وكل شيء يفنى ويبقى الله سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار وذكرنا في الحلقة الماضية أن ما يزعمه بعض المتكلمين والفلاسفة بأن إعادة المعدوم هذا ممنوع وبعضهم ادعى في ذلك الضرورة وهذا كلام لا يستند على أساس صحيح الأدلة العقلية التي أقاموها على ذلك أدلة باطلة والروايات والآيات تدل على أن الله سبحانه وتعالى يعدم كل شيء ثم يعيد ذلك الشيء وذكرنا هناك أن العلماء يذكرون أنه عندنا شيء يقال له اللا بشرط المقسمي يعني الماهية المجردة عن كونها بشرط لا أو بشرط شيء أو لا بشرط هذا يعبرون عنها اللا بشرط المقسمي الماهية المجردة هذه الماهية قابلة للوجود وقابلة للعدم إذا وجدت علتها توجد وإذا لم توجد علتها تستمر في العدم إذا جاز التعبير هذه الماهية اللا بشرط المقسمي الله سبحانه وتعالى يوجدها ثم يعدمها ثم يوجدها مرة أخرى ولا إشكال في ذلك لا عقلا ويدل عليه الأدلة النقلية بلا حاجة إلى تأويلها لأجل الوجوه الضعيفة التي أقاموها فلذلك الله سبحانه وتعالى بعد أن يبطل كل شيء يعني يعدم كل شيء يهلك كل شيء الله موجود المكان ما موجود فالله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق شيئا لم يكن زمان ولا مكان وكان الله بلا حاجته إلى زمان وإلى مكان بعد أن يعدم كل شيء الله موجود ولا زمان ولا مكان عد في هذه الفترة من خلقه للأشياء إلى إفنائه للأشياء واحد يجي يقول بأن الله سبحانه وتعالى احتاج إلى المكان أو دخل في المكان أو احتاج إلى الزمان أو دخل في الزمان فهذا كلام باطل معنى ذلك أن المخلوق احتوى على الخالق أو أن الخالق احتاج إلى المخلوق وهذا بديهي البطلان لذا الإمام يقول كان أولا بلا كيف ويكون آخرا بلا أين وكل شيء هالك إلا وجهه هذا استدلال بالآية الشريفة تقول ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه يعني هؤلاء الذين يزعمون لله شركاء كل هؤلاء الشركاء سيزولون لأنهم مخلوقات ولا يبقى إلا الله كل شيء هالك إلا وجهه وهنا المجسمة في هذه الآية يتورطون ليش لأنه لا يقولون بوجود مجازات في القرآن زين إذا حسب زعمهم الله إلى يد والله إلى الرجل يدخلها في نار جهنم بالمعنى الحقيقي لليد وللرجل كل شيء هالك إلا وجهه زين يد الله شيء رجل الله شيء حسب زعمهم فمعنى ذلك أن يد الله ورجل الله تهلك والعياذ بالله من زعمهم ومن نتيجة زعمهم ومن نتيجة زعمهم ودهنى يضطرون أن يقولوا بالتأويل في الواجه زين إذا أنت تقول بالتأويل في الواجه ققول في التأويل في اليد وقول بالتأويل في الرجل إذا صحت الرواية وهي ليست بصحيحة إذن كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صحيح يهلكك صحيح يهلك كل شيء لكن في يوم القيامة يرجع الأشياء إلى الوجود مرة أخرى وكلهم يرجعون إلى حكمه بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يقول له الخلق والأمر الله ليس بمتغير الأشياء تتغير الله سبحانه وتعالى له الخلق يخلق ويفني الأشياء ثم يعيدها في يوم القيامة هي دا تتغير مو أنه الله دا يتغير له الخلق والأمر وهذا إشارة إلى آية أخرى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعني سيطر على الملك لا كما تزعم اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا لا ثم استوى على العرش الله مسيطر على الملك مسيطر على العالم أجمع يغش الليل النهار يطلبه حثيثة والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر الله يخلق وله الأمر الأمر يعني الأمر التكويني والأمر التشريعي التكوين بيد الله والتشريع أيضا بيد الله تبارك الله رب العالمين الله سبحانه وتعالى دام خيره تبارك من البركة البركة الخير الثابت تبارك الله رب العالمين يعني خير الله مستمر الله سبحانه وتعالى خلق هذا الوجود وخيره مستمر على هذا الوجود وفي يوم القيامة خيره يستمر على المؤمنين وأما الكفار فإنما يصيبهم العذاب بسبب سوء اختيارهم وإلا الله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر كما يقول في القرآن الكريم ولكن هم بسوء اختيارهم اختاروا الكفر فحرموا أنفسهم من رحمة الله سبحانه وتعالى إذن في هذا المقطع الإمام عليه الصلاة والسلام أثبت بالبراهين العقلية وبالتأييد بالأدلة النقلية من القرآن الكريم بأن الله سبحانه وتعالى ليس متغير أن الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن مكان ولا زمان ثم إن الله سبحانه وتعالى يفني الأشياء ومنها الزمان والمكان وهو موجود من غير أن يكون هناك زمان ومكان فالسؤال عن متى كان الله سبحانه وتعالى كما سأل هذا السائل هو سؤال خطأ من أساسه السؤال شنو كان أخبرني عن ربك متى كان هذا السؤال خطأ منهجي خطأ من أساسه لذا الإمام يقول وَيْلَكَ أَيُّهَا السَّائِلِ إن ربي لا تغشاه الأوهام أنت اتوهمت أن الله سبحانه وتعالى كسائر الناس كسائر المخلوقات الوثنيين يتصورون أن الله مثلنا لذا عندما يصنعون وينحتون أصنامهم ينحتونها عادة بشكل الإنسان واجه وفام وآنف وعين هكذا يتوهمون الله سبحانه وتعالى يتوهمون الخالق أو يتوهمون الآلهة التي يعبدونها بصورة إنسان الإمام يقول إن ربي لا تغشاه الأوهام أنت تتوهم أن الله كالناس فلذا تسأل عن مكانه تسأل عن زمانه مع أن الله سبحانه وتعالى ليس له زمان وليس له مكان ولا تنزل به الشبهات الله سبحانه وتعالى وجوده ظاهر براء البراهين على الله سبحانه وتعالى في كل شيء وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وإذا بعض الناس هؤلاء أحاطت بهم الشبهات فهذا مثل فد إنسان يشق في كل شيء أكو ناس هؤلاء لهم وسوسة وهم كالسفستائين كل شيء يتصورونه وهما كل ما في الكون وهم أو خيال أو عكوس في المرايا أو ظلال هكذا يتصورون هناك بعض الناس عندهم مرض يشك في كل شيء في الأمور البديهية يشك مثل الوسوس عند وسوسة يشك حتى في الأمور البديهية هذا إنسان هو مريض الواقع لم يتغير عما هو عليه هذا مريض والذي له شبه في الله سبحانه وتعالى الواقع هو ما يتغير الله سبحانه وتعالى لا يتغير بهذه الشبهات إنما هؤلاء هم مرضى هؤلاء غطوا على فطرتهم وألغوا عقولهم لذا جاءوا وشككوا في الله سبحانه وتعالى أو يعيشون عقدة مثل أكو بعض الغربيين يعيشون عقدة الممارسات السيئة لمحاكمة تفتيش الكنسية في القرون الوسطى وكذلك الخرافات الموجودة في كتبهم يعيشون عقدة فهي في الواقع هذه العقدة هي مرض نفسي مرضه النفسي انعكس على انكاره للبديهي انكاره لأبده الأشياء وأوضحها وهي وجود الله سبحانه وتعالى لذا الإمام عليه السلام يقول ان ربي لا تغشها أوهام ولا تنزل به الشبهات ولا يجار ولا يجار إشارة يعني لا يجار عليه قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون يعني هو يغيث من يشاء ولا أحد يغيثه لأن الله سبحانه وتعالى هو الغني المطلق ولا يحتاج إلى إغاثة وهو يجير ولا يجار عليه لذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول ولا يجار ولا يجاوره شيء الله سبحانه وتعالى لئس كالمخلوقات بحيث أنه يحتاج إلى زمان أو مكان حتى يجاور الزمان أو يجاور المكان كلا ولا تنزل به الأحداث كل هذا لنفي التغير عن الله سبحانه وتعالى إذا لم يكن متغيرا فهو خارج عن الزمان لأن كل شيء داخل في الزمان الزمان يغيره كما ذكرنا الله سبحانه وتعالى خارج عن الزمان فلا يتغير وعدم تغيره وعدم تغيره من أدلة خروجه عن الزمان وأنه ليس داخل في الزمان ولا تنزل به الأحداث ولا يسأل عن شيء الله سبحانه وتعالى يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لماذا الله لا يسأل عما يفعل لأن الله أعماله حسب الحكمة وكلها صواب والذي عمله صواب لا يسأل عن عمله مضافا إلى أن الله سبحانه وتعالى هو المالك والخلق كله عبيده والله مسيطر عليهم فلا يتمكنون من أن يسألونه عن أفعاله نعم قد يسألون ليعلموا لا أنه ليحاكموه ليحاسبوه لذا ولا يسأل عن شيء ولا يندم على شيء لأن الندم هو بسبب الجهل أو بسبب عدم الحكمة والله سبحانه وتعالى لا يندم هذا كل لنفي تغير عن ذات الله سبحانه وتعالى ولا تأخذه سنة ولا نوم السنة من الوسن الوسن ما قبل النوم الحالة التي تعرض الإنسان بين النوم واليقظة التي بعدها ينتقل إلى النوم هذه الحالة السنة الوسن لا يأخذ الله سبحانه وتعالى ولا نوم ولا أنه ينام لأن هذه عوارض الأجسام عوارض الممكنات هذا دليل الاحتياج الإنسان يحتاج إلى النوم هذا دليل الضعف الإنسان ضعيف لذا يحتاج إلى النوم والله سبحانه وتعالى منزح عن كل ذلك له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى هذه أيضا إشارة إلى آية قرآنية الله سبحانه وتعالى في سورة طه يقول له له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما هذا الفضاء اللي بين السماء والأرض وما تحت الثراء الموجودات التي ميتة أو الموجودات التي هي في الأرض المعادن أي شيء تحت الأرض فكل ما في السماء لله كل ما في الأرض لله كل ما بين السماء وما بين الأرض لله ما تحت الثراء لله سبحانه وتعالى كل شيء لله الله هو المالك الحقيقي هو الخالق فتحصل أن الله ليس في الزمان ولا في المكان لأنه كان ولم يكن زمان ومكان ثم أوجد الزمان والمكان وبعد ذلك يفني الزمان والمكان وكل شيء والله والله بدون أن يتغير فلا يعقل أن تسأل عن متى كان الله سبحانه وتعالى هذا هو الحديث الثالث من باب الكون والمكان إن شاء الله الأحاديث الأخرى سنتطرق إليها في حلقات قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم يا الله اللهم يا الله اللهم يا الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر